بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على تأثير معامل الارتباط على المخاطرة واحنا اتكلمنا قبل كده على اهمية اختيار المحفظة والعلاقات التنويع وقلنا مش هنعتمد على التنويع البسيط اللي بيتم اختيار الاوراق المالية فيه بشكل عشوائي ولكن بنعتمد على مدى وجود علاقات ارتباط بين الاوراق المالية دي اللي بتحكم اختيارنا فبنتكلم على معامل الارتباط لانه بيأثر على المخاطرة في المحفظة ولو انا اخترت اوراق مالية مرتبطة ببعضها ارتباط قوي ده بيخلي المخاطرة بتاعتنا تزيد بشكل كبير جدا فما بيبقاش الهدف من تكوين المحفظة هو اللي انا عوزاه اللي هو زيادة العائد ولكن انا بركز على ان انا اشوف علاقة ارتباط تكون سالبة بالنسبة للأوراق المالية اللي في المحفظة احنا عارفين ان مخاطرة المحفظة بتتحسب بالمعادلة دي اللي هي مربع الوزن النسبي للورقة الاولى في التباين بتاعها زائد مربع الوزن النسبي للورقة التانية في التباين بتاعها زائد اتنين في الوزن النسبي للورقة الاولى في الوزن النسبي للورقة التانية في انحراف المعياري للورقة التانية في معامل الارتباط وعارفين ان واضح من المعادلة ان داخل فيها علاقة الارتباط وعندنا هنا ثلاث احتمالات لمعامل الارتباط هنتكلم عليه بالنسبة للاحتمال الاولاني اللي هو معامل الارتباط موجب اذا كان معامل الارتباط موجب فده معناه ان ارتباط قوي وتام معنى كده ان عوائد الاوراق المالية الموجودة في المحفظة بتتحرك مع بعضها بالزيادة او بالنقص في اتجاه واحد فمعنى كده ان ده هيكون له تأثير اكيد على المخاطرة اعلى فبنجد ان مخاطرة المحفظة بنحسبها بالمعادلة اللي قدامنا وبتتحول في الحالة دي في حالة معامل الارتباط موجب واحد بتبقى المخاطرة عبارة عن مجموع مربعين يعني هتبقى المخاطرة مجرد وسط حسابي مرجح باوزان توزيع الصروة بين الاستثمارات في المحفظة في حالة معامل ارتباط زيرو في الحالة دي معنى كده ان ما فيش ارتباط خالص فالمعادلة بتبقى بالشكل اللي قدامنا ده والمخاطرة بتبقى يعني في وضع افضل من الحالة الاولانية اللي هي الارتباط فيها موجب واحد في الحالة دي بتكون اللي هي حالة ان معامل الارتباط سالب واحد بتكون المعادلة عبارة عن الفرق بين مربعين فدي طبعا بتكون يعني بتوصلني الى ان المخاطرة بتكون في افضل حالتها لان الجزء بتاع الحد الثالث من المعادلة احنا عندنا الحد الاولاني اللي هو مربع الوزن النسبي للاستثمار الاولاني في التباين بتاعه زائد الحد الثاني اللي هو مربع الوزن النسبي للاستثمار التاني في التباين بتاعه زائد اتنين في الوزن النسبي للاستثمار الاول في الوزن النسبي للاستثمار التاني في تباين في انحراف المعياري الأول في الانحراف المعياري الثاني في معامل الارتباط معامل الارتباط هنا هيكون سالب واحد فانت عندك الحد الثالث كله هيبقى بالسالب يعني ما تروح من الحدين الأولانيين بعكس لو كان صفر هيبقى الجزء ده اللي هو الجزء الحد الثالث في المعادلة هيبقى متشال كله من المعادلة وفي حالة ارتباط موجب واحد هيبقى الحد الثالث ده كله مضاف إلى الحدين الأولانيين فانت عندك كنا لو معامل الارتباط سالب واحد هيبقى ده معناه ان الحد الثالث في المعادلة اللي هو بيحتوي على معامل الارتباط اللي هو موجود في آخر المعادلة ده هيبقى كله ايه؟ هيبقى كله بالسالب يعني ما تروح من مربع الوزن النسبي في التباين بتاع الورقة الأولى زائد مربع الوزن النسبي للورقة التانية في التباين بتاعها ومطروح منهم كمان الحد الثالث اللي هو في آخره معامل الارتباط فده حيكون أفضل وضع ده أقل وضع للمخاطرة حنشوف الكلام ده مع المثال اللي قدامنا لو عندي محفظة مكونة من ورقتين أو مستثمر يعني وجه صروته مناصفة إلى استثمارين واحد واثنين وعندي التوزيع الاحتمالي للعوائد بتاعة الورقتين وعايز أعرف يا ترى العائد والمخاطرة بتاعت كل ورقة لو أنا حسبت العائد لكل ورقة والمخاطرة بتاعتها أفضل ولا إن أنا أحطهم في محفظة أفضل مع مراعاة معامل الارتباط هنشوف الكلام ده دلوقتي هبتدي أحسب العائد بتاع الورقة الأولى إن أنا عن طريق التوزيع الاحتمالي برجح كل عائد متوقع باحتمال حدوثه وبالنسبة للورقة التانية نفس الكلام وبعد كده بحسب العائد بتاع المحفظة مع العلم بأن الورقة الأولى موجودة في المحفظة بنسبة 50% والورقة التانية برضو الجزء الموجه من الساروة لها برضو 50% التانية فبيبقى عائد المحفظة متوسط مرجح بأوزان وجود الورقة في داخل المحفظة فعائد الورقة الأولى كان 13% بضربه في وزنها النسبي وعائد الورقة التانية 11% في وزنها النسبي اللي هو في 50% يبقى عائد المحفظة ككل 12% وهنشوف المخاطرة هنعمل فيها إيه دلوقتي هنبتدي نحسب المخاطرة الكلية للمحفظة مش هتكون بقى مجرد وسط حسابي ليه؟ لأن أنا عندي هنا مش العبرة بمخاطرة كل ورقة وخلاص ولكن لابد أن أنا باخد في اعتباري علاقات الارتباط اللي موجودة بين الاستثمارات اللي داخل المحفظة فده اللي بيستجد عليه وبالتالي عشان نحسب المخاطرة في المحفظة لابد أن يكون عندي مخاطرة كل استثمار على حدة لابد يكون عندي الوزن النسبي طبعا ويكون بقى موجود وده بشكل أساسي وده اللي احنا معتمدين عليه في المحاضرة بتاعته النهاردة معامل الارتباط بين الاستثمارين أو بين الورقتين وأبتدي بعد كده بمعلومية كل الأيتمز دي أبتدي أحسب المخاطرة الكلية للمحفظة بحسب المخاطرة بالمعادلة بتاعة جذر التباين اللي هي مربع الوزن النسبي في تباين الورقة الأولى زائد مربع الوزن النسبي للورقة التانية في التباين بتاعها زائد اتنين في الوزن النسبي للورقة الأولى في الوزن النسبي للورقة التانية في الانحراف المعياري للورقة الأولى في الانحراف المعياري للورقة التانية في معامل الارتباط تطلع لي على طول المخاطرة بتاعة المحفظة زي ما هشوف دلوقتي وهنشوف هنحسبها إزاي هدي لك البيانات جاهزة بالشكل ده يعني وده اللي ممكن يحصل في الامتحان يعني أنت ممكن في الامتحان ما تبقاش معرض إنك تقعد تربع الوزن النسبي ولا تحسب التباين ولا تطلع لي التغاير وتعمل لي الجدول زي اللي خدناه في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت لا أنا ممكن أدي لك الايتمز جاهزة وإنت هتعوض على طول ودي لك معامل الارتباط والكلام ده كله وإنت هتعوض على طول في المعادلة زي ما أنا مديها لك دلوقتي مديها لك مربع الوزن النسبي للورقة الأولى ومربع الوزن النسبي للورقة التانية والتباين بتاع الورقة الأولى وتباين الورقة التانية وبرضه مطلعالك تحت الجزر لانحراف المعياري اللي هو جزر التباين للورقتين ومديهالك معامل للارتباط محسوب على الجاهز يبقى أنت بتعود بالأرقام اللي أنا مديهالك في التمرين على طول عشان تحسب مخاطرة المحفظة واتطلعها من تحت الجزر واحد وخمستاشر من مية في المية زي ما احنا شايفين بالشكل ده تعالى بقى نقارن العائد والمخاطرة على الاستثمارات الفردية بعائد ومخاطرة المحفظة من خلال الجدول اللي موضوع قدامنا بجد ان في حالة ان عائد الورقة الاولى 13 والورقة التانية العائد بتاعها 11 عائد المحفظة موجود 12% تعالى بقى اشوف تأثير المحفظة ومعامل الارتباط اللي احنا حددناه على المخاطرة الموجودة في المحفظة مخاطرة الورقة الاولى 12 ونص والتانية 11 واحد من عشرة شوف مخاطرة المحفظة تحسنت بشكل جيد جدا جدا انخفضت المخاطرة بشكل ممتاز بالمقارنة بالعائد اللي موجود وده اثر على معامل الاختلاف وظهوره بالشكل ده شوف معامل الاختلاف بتاع المحفظة يعني واحد من عشرة فطبعا هنا بالمقارنة بمعامل الاختلاف للورقتين فطبعا عائل المعامل الاختلاف بتاع المحفظة افضل بكتير جدا زي ما قلنا دي الملاحظات مخاطرة المحفظة انخفضت بشكل كبير جدا لما السروة تحطت في ورقتين في المحفظة الانحراف المعياري للمحفظة يعني ظاهر بشكل ممتاز جدا ده بيبين لي ان الاستثمار في المحفظة بيكون افضل من الاستثمار الفردي وده بيرجع الى التنويع الامثل اللي بتحدثه نظرية المحفظة